السلام عليكم ورحمة الله معكم نايف وبإذن الله في هذا الفيديو بنخلص الدرس الأول من الشابتر الثاني الحمد لله خلصنا اللي هو الدرس أو الشابتر الأول كامل من ناحية الأسايمنت من ناحية الدروس وخلص نحن بنبدأ اللي هو بالشابتر الثاني قبل ما نبدأ ما عليش التأخير كنت اليومين الماضي تعبان شوي ولا قدرت أنزل الفيديو يوم الخميس ما قدرت أسجل يعني ما قدرت أنزل عشان كده أخذت اللي راحة لين تحسن شوي بعدين أقدر أنزل لكم الفيديوهات المهم الدرس الأول من الشابتر الثاني بيكون مقسم الجزء لأن الدرس شوي طويل يعني بيكون الجزء الأول هذا الفيديو الجزء الثاني الله أعلم متى بينزل ما أقدر أوعد يعني بيوم معين متى ما قدرت أنزلها بنزل إن شاء الله بس أكيد يعني بيكون قبل الاختبار هو الدرس الثاني إن شاء الله هو بس هذا اللي كان عندي خلنيني يجيب الدرس الدرس الأول من الشابتر الثاني بعنوان organizing data إيش معنى organizing data؟ معناها معنى تنظيم البيانات أو سرتيب البيانات هنا يقول لك عندنا after collecting data the researcher organize it in a meaningful way so that it's possible to get a general overview of the result يعني يقول لك يعني يقول العالم أو الباحث بعدما يجمع البيانات يرتب البيانات اللي عنده على شكل منظم أو على شكل مرتب على شكل معين يفهمه عشان يقدر يشوف نظرة عامة للنتائج اللي بتطلع أو عشان تكون سهلة للاطلاع عليها باختصار ويقول عندنا one method for simplifying and organizing data is concern frequency distribution ويقول لك هنا frequency distribution is a summary display for a distribution of data بالعربي عندنا هي توزيع التكراري هو عرض ملخص لتوزيع البيانات يعني frequent distribution اللي هي توزيع التكراري بالعربي عرض ملخص لتوزيع البيانات وبناخذ عليه أمثلة في الأمثلة قدام شوي وبعدين عندنا يقول frequency of a particular observation is the number of time is the observation of current data أو هو عدد المرات اللي ذكرت فيها الملاحظ في البيانات كل هذي بتوضح يعني في الأمثلة الجاي إن شاء الله دليه النقطة اللي بيكون الجزء هذا كامل عليها أو الدرس frequency distribution يقول عندنا there are different type of frequency أو في أنواع مختلفة للتوزيع to choose from depending on if data is categorized النقطة نختار منها لحسب نوع البيانات كانت qualitative or quantitative ونذكر qualitative والquantitive هذي أخذناها في الدرس الثالث واللي هي البيانات اللي مرتبطة بالأرقام والبيانات اللي مرتبطة بالأسماء أو يعني الكلمات when data is collection using a qualitative variable data are summarized in category frequency distribution when it is quantitative data there are two frequency distribution to choose from grouped from grouped frequency distribution and ungrouped frequency distribution هذي كل ها بتوضح في الأمثلة الجاي إن شاء الله ونكمل يعني على الدرس الجاية احنا بناخذ نقطة هذا الفيديو اللي هي الquantitive للكategory frequency distribution هذا هو يعني نفس الكلام الفوق لكن على شكل جدول يقول لنا إذا جينا organize data أو توزيع البيانات أو ترتيبها عندنا نوعين نحطها إياه quantitative data ولا qualitative data نختار على حسب نوع البيانات اللي عندنا إذا كانت qualitative بيكون عندنا نوع واحد اللي هو categorize frequency distribution وإذا كان quantitative عندنا grouped frequency distribution ون grouped frequency distribution معلامة لكل ها بتوضح إن شاء الله وبعدين أعطاني هنا تعريف اللي هو raw data data collect in original form باختصار ال raw data هي البيانات يمناخذها زي ما هي سادة يعني مثلا أنا جيت وجمعت درجات الطلاب أو درجات سملائي كلها في الشعبة وحطيتها عندي فورقة هذه raw data ما عدلت عليها ولا شيء أنا خدت البيانات وحطيتها زي ما هي ثالثاني يعني باحث دخل كهف وكان يبغى يشوف أنواع الأحجار اللي هناك فكلما يشوف حجر كان يسجل عنده في الورقة ويسجل عنده في الملف فكان يسجل يسجل بعدين ينطلع من الكهف كان معا ورقة فيها كل أنواع الصخور اللي كانت في الكهف هذا هذه الحين الورقة اللي ما تسمى raw data اللي هي البيانات اللي توها ما تعدل عليها شيء ما حسبنا ما حطينا عليها ما حطينا عليها بيانات زيادة أو حطينا عليها تصنيف لا بيانات زي ما هي جاهزة فهذه تسمى raw data نجي عند نقطة الفيديو هذا إن شاء الله اللي هي such as political affiliation religion affiliation major field of study or material stat أمثلة عليها الكوالاتيتوب قد أخذنا الكوالاتيتوب وقد فهمنا دحين معناها بالكامل نجي عند ندحين طريقة تحلها وطريقة كتابتها على شكل جدول إذا جينا نرتب أو نكتب الجدول في الأمثلة الجاية يعني بيكون ترتيب زي كثيرا الكلاس اللي هو البيانات اللي عندنا وعندنا التالي اللي هي طريقة لكتابة الأرقام كيف طريقة تحلت الأرقام عندنا جينا نكتب أرقام نقول واحد اثنين ثلاثة على حسب الأرقام اللي عندنا ولا حسب اللغة بس التالي كده تكون عم جمعة خطوط إذا كملنا أربع خطوط نحط خط خط خطوط يعني اختصار أتوقع الكل يعرفها هذه وبعدنا عندنا الفيكونس اللي أخذنا تعريفها فوق اللي هي عدد تكرار البيانات عدد تكرار نوع البيان نوع البيانات نفسها في التجربة أو في البحث اللي حصل بيننا وبعدنا عندنا البرسنت اللي هي النسبة على العدد لكلية كل هذه بتوضح في المثال إن شاء الله الجاء عندنا يقول أول شيء ستب في الصب كيف نحل الحين إذا جاءنا السؤال كيف نحله الخطوة الأولى يقول بلسطة البيانات البيانات المختلفة في التجربة المختلفة يعني الحين نرسم جدوى يقول لنا في الفرس يعني في الفرس كولم اللي وهنا يبغان نحط The different value يعني مثلا نقول درجة A plus A و B نحط A plus A و B زي كده بعدين يقول لنا يعني ذا حين نكمل مثال A plus A A هذي يعني مثلا ذا حين درجة الطلاب أخذناها بعدين يقولنا التيل في داتا ذا حين عددهم يعني A plus كم واحدة واحدة ثنتين بس ثنتين نحط خطين A واحدة ثنتين ثلاثة أربعة خمس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس B ثنتين واحد اثنين هذي الخطوة الثانية الخطوة الثانية count the till is for each distant value and we just said the total and third column of the table هذي الفريكنسي اللي أخذناها يقول لحين هذي عندنا رقم بس حطها على شق الرقم هنا بس اثنين خمسة اثنين آخر خطوة compare the present واحسب النسبة النسبة هذة والتعاريفة Frequency of the classes على total number of the value يعني الvalue كلها والعدد كامل نقسمها يعني عندنا الاحين هنا اثنين خمسة واثنين كلهم ذولي تسعة يعني اذا اجينا مثلا بنحسب حقة A plus present نحط اثنين على التسعة بعدين نضربها في 100 هذا يخذناه في math الواحدة السادسة يعني قانون النسبة وبس نشوف الناتج حقها ونحطها هنا الاحين نجا عند الامثلة ونشوف كيف اذا ما فمت يعني على هذي نجا عند المثال هذا اثنين فاصلة واحد صفحة ثلاثين اللي بغي شيك The data below raw data شوفوا هذي يضحين raw data بيانات زي ما هي ما عدنا عليها ما رتبناها ما سوينا فيها ولا شيء نقول هذي بيانات لدكتور راح يجمع فصيلة الدم للمرضى عنده وهذه طلعت النتائج منها سجلها على ورقة زي ما هي هذي ذحين raw data ما عدنا عليها ما تحوينا فيها شيء زي ما هي حطيناها يقول هذي ذحين خمس وعشرين واحد دكتور ولا اي حد سألهم وجاب البيانات هذي كيف ذحين نسوي لها ترتيب هذي اول شي بنات اللي عندنا هذي بيانات حروف ما هي ارقام او يعني ما هي لها معنى في الارقام فبناخذ اللي هو categorize frequency distribution اللي شرحناها قبل شوية بنحل عليها قال لنا في اول column اذا جينا نحل ده حين بنحطه اللي هو class بس ما يحتاج انه نكتب class لانه في الامثلة حقة الكتاب ما كتب شيء حطه ال row فاضي او column فاضي ف يعني اذا بغان تحطوه حطوه اذا ما تبغان ما تفرق حسب الكتاب او العدل اللي بيانات اللي عنده اذا حين كم عندنا نوع هنا واحد ال a b 2 o 3 و a b 4 في شيء ثاني معاهم لا فهذه اللي بنحطهم a b o a b طيب اذا حين نسجل لهم بعدين ايش كان اللي بعده كان اللي بعده نحط اللي هو التالي اللي هو عدد البيانات بشكل الخطوط او طريقة كتابة الخطوط يعني نشوف كم عندنا ايه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة عندنا خمسة ايه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة زي كده باختصار بعدين عندنا اللي بعدها اللي فيه كونسي زي ما هي نكتبها خمسة بس سهلت مرة الموضوع ما هو صعب بلا احتاج تعقيل بس احفظوا اللي هو الترتيب بس احفظوا الترتيب حقهم اللي بعد عندنا البي كم عندنا بي بي عندنا واحدة ثنتين ثلاثة اربعة خمس ست سبع سبع بي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة واحد اثنين يعني هذي ضحين خمسة هذي اثنين سبع تصير بعد الاو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبع ثمانية تسعة تسعة او واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة واحد اثنين ثلاثة اربعة نسجلها تسعة اخر شي عندنا الاي بي واحد واحد اثنين ثلاثة اربعة بس بعد أن نسجلها واحدة ثلاثة أربعة ونحط اللي هو أربعة هنا نقل لنا آخر كولم نحط فيه البرسنت وقلنا قانون البرسنت اللي هو هذا فعلا إن ضرب المية نفس قانون اللي أخذناه في الماث يعني لحين هذه نحسبها خمسة سبعة تسعة أربعة هذا اللي يعطونا كلهم أربعة تسعة ثلاثة عشر ثلاثة عشرين خمسة عشرين مع الخمسة طيب نأخذها واحدة واحدة خمسة على خمسة وعشرين ضرب المية خمسة على خمسة وعشرين ضرب المية خمسة على خمسة وعشرين صفر فاصل اتنين وضربها في مية بعطينا عشرين بعد أن نكتب هنا عشرين في المية نفس الكلام اللي بعد البدل بس الخمسة بالسبعة عندنا سبعة هنا سبعة على خمسة وعشرين بالصفر فاصل اتنين ثمانية إذا نضربناها في مية بيعطينا 28 نحطينا 28% اللي بعد التسعة نقسمها على 25 بيعطينا 0.36 نضربها في 100 يعطينا 36 نسجلها زي ما ي 36% اخر شي نبدأ نجمع 28 و 36 بعدين نطرحها من 100 ونشوفها الباقي او يعني نحسب زي الباقي 4 على 25 ضرب 100 29 ضرب 100 بالصفر فاصل 16 بمية بال16 يعني 16% وعشان تتأكدون يعني من الحل اجمع 20 و 28 وذا 60 او 36 و 16 لازم يطلع لكم الجواب 100% ما طلع لكم يعني فيه غلط في الحسابات عندكم بس هذا وكذا الحل ناخذ مثال بعد ثاني وخلص نخلص الجزئية هذه من الدرس سهل بس يعني احفظوا بشكل الجدول احفظوا متى نستعمل او بس مثال الثاني عندنا يقول يعني دحين عندنا يقول انهم سووا احصائية في مكان عمل او شركة لثلاثين موظف ويسألوهم اشي رايكم بالوظيفة هذه يعني بعدين قسموا الردود على اربع انواع له very satisfied او somehow satisfied ولا not satisfied هذه الثلاث ردود عندهم حطوها زي ما هي كذا هذه روداتا زي ما هي ما فيه ترتيب ما فيه تنظيم ولا شي بعدين قال لنا ذا حين نسوي عليها جدول نوع البيانات هذه qualitative يعني نحط نفس الجدول اللي فوق class tele frequency present الclass اول شي وش عندنا somewhat و very و none somewhat اللي هي somewhat satisfied none اللي هي not satisfied at all و very اللي هي very satisfied فنحط هذا حين يعني باختصار very somewhat فالاخير عندنا النن هذي بس اللي عندنا النن اول شيء التالي نشوفها نحسب كم واحد او كم واحد فيهم قال very satisfied او يعني عجبة الوظيفة حقتها واحد اثنين ثلاثة اربع خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة واحد اثنين ثلاثة اربع خمسة واحد اثنين ثلاثة اربع خمسة عين عشرة نحط عشرة زي ما هي هذا هو عدد اللي قالوا very نجلي بعد اللي هم اللي قالوا سموات واحد اثنين ثلاثة اربع خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احد اثنى عشرة تلتعش اربعة اربعة اشرة واحد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة واحد اثنين ثلاثة اربعة سجلها اربعة عشر عندنا اخر ناشط اللي قاله نن واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة ستة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة واحد سجلها زي ما هي بعدين نشوف هنا اللي هو التوتل عشر او اربعة عشر وستة بثلاثين. اخر شي عندنا نحسب البرسانت نحوض القانون اللي هو اف على ان. اف اللي هي الفيكونس او العدد يعني حق العين المعينة او البيانات المعينة نفسها على الان اللي هو التوتل بينهم كلهم. عطيناهم من عشر لثلاثين يعطينا صفر فاصة ثلاثة ثلاثة. نضربها في مية عطينا ثلاثة 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 ثلاثين. في المية نخليه ثلاثة ثلاثة ثلاثة. اللي بعدها اربعة عشر لثلاثين ساوي اربعة وستين ضرب المية. اربعة وستين فاصلة ستة في المية. اخر شي ستة على ثلاثين نقدر زي ما قلنا نجمع ذول الاثنين. وبعدين نطرحهم من مية وبيطلع على الناتج حق هذا. او يعني نلخص على نفسنا ونحط القانون زي ما هو. ستة على ثلاثين صفر فاصلتين ضرب المية. يعطينا عشرين في المية. ويبديكم تتكدون يعني عشان تصير كاملة ثلاثة ثلاثين فاصل ثلاثة زائد اربعة وستين فاصل ستة على عشرين في المية. بيطلع الجوب تسعة في تسعة فاصل تسعة تسعة هذي يعني مية بس لان عددين حق الستة واربعين فاصل ستة عدد دوري وهنا برضو عدد دوري فبيطلعه مية يعني في الاخير. بس هذا هو كان الجزئي الولى. الجزئ الثاني حقه تلغوب. ان ان غروب فيكو استيسبيوشن هذي بخليها في الدرس او الفيديو اللي بعدها احسن. وبس هذا هو البارت الاول من الدرس الاول الشابتر الثاني ان شاء الله. الشابتر او البارت الثاني ان شاء الله ينزل يعني متى ما قدرت عليه. ما بعطيكم معود انه بكرة ولا. يعني متى ما قدرت عليه ان شاء الله بنزله ولوك شيء تكيد بيكونهم مع بعض. يعني ان شاء الله فهذا يكون الفيديو مع السلامة.